وجه الوزير الأول عبد الملك سلال تعليمة كتابية أثلثا إلى وزير التجارة عمار بن يونس يخطره فيها بتجميد القرار الذي اتخذه بخصوص تحرير بيع الخمور وحسب مصدر رسمي تحدث لقناة البلاد فإن رئيس الجمهورية والوزير الأول لم يكون مؤيدان لهذا القرار الذي اتخذه عمار بن يونس دون الرجوع إليهما وذلك خلافا لما صرح به بن يونس حين قال بأن القرار اتخذته الحكومة وأنه مجرد وزير في هذه الحكومة مهمته تنفيذ القرارات والتشريعات وتأتي خطوة الوزير الأول عبد الملك سلال بتجميد قرار تحرير بيع الخمور بعدما وصل مصالح رئاسة الجمهورية والوزارة الأولى تقارير تفيد باتساع رقعة الغضب الشعبي الذي تسبب فيه قرار عمار بن يونس كما حذرت ذات التقارير من خطر اتساع رقعة الرفض الشعبية لتمس رئيس الجمهورية والوزير الأول تحديدا وهو ما يضع الأمن القومي على كف عفريت بسبب قرار ارتجالي اتخذه بن يونس دون استشارة السلطات العليا للبلاد ومن أسباب الخطوة التي أقدم عليها سلال الدعوات التي باتت تثيرها المعارضة من أجل الخروج في مسيرة مليونية يوم الجمعة المقبل احتجاجا على القرار علما أن العديد من ولاية الوطن شهدت مسيرات محلية مناهضة لوزير التجارة عمار بن يونس وقراره المفاجأ